نعم الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على مناطق مختلفة في قطاع غزة وتحديدا في مناطق الجنوب لأن هذه المنطقة غالبيتها سيطر عليها الجيش الإسرائيلي على مدار الأسبوع القليل الماضية بعد التوغل الأخير في المنطقة الشرقية لمدينة خنيونس والآن لأول مرة أن تصل الدبابات إلى المنطقة القريبة من شارع صلاح الدين في المنطقة الواقعة شرق مدينة دير البلح نتحدث هنا عن استمرار الغارات الإسرائيلية كان هناك منذ ساعات صباح هذا اليوم سقوط أكثر من 15 ضحية في مناطق مختلفة في مناطق الجنوب آخرها كان استهداف أربع مواطنين في المنطقة الواقعة على مقربة من شارع صلاح الدين في دير البلح بالإضافة لاستهداف منزل فجر هذا اليوم في مخيم المغازي سقطت أم ضحية وأبنائها الخمسة في هذا الاستهداف لهذه الشقة المدنية بطبيعة الحال كما هو الحال باقي الاستهدافات المتفرقة أيضا قبل قليل كان هناك استهداف لمجموعة من المواطنين في منطقة مفترق دولة في المنطقة الجنوبية لمنطقة حيز زيتون جنوب مدينة غزة وهذه المنطقة هي على مقربة من الحاجز الإسرائيلي الذي أقامه الجيش الإسرائيلي منذ بداية التوغل والحرب وعلاقة غزة ما يعرف بحاجز نتساريم على شارع صلاح الدين الغارات الإسرائيلية متواصلة بشكل كبير جدا سواء كان بالقصف المدفعي أو بالقصف من الطيران الحربي الإسرائيلي في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح هذا بالتزامن مع التوغل البر أيضا للمدينة في المنطقة نتحدث هنا عن غارات إسرائيلية مكثفة في المنطقة الشرقية لمنطقة المغازي وسط قطاع غزة الاستهدافات لا تتوقف كان هناك انتشال ضحايا في المنطقة الغربية لمدينة رفح الجيش الإسرائيلي لم يتوقف ولم تتوقف الآليات عن التوغل بشكل ملحوظ جدا مدينة رفح الجيش الإسرائيلي سيطر عليها بالكامل ومدينة خانيونس الجيش الإسرائيلي سيطر على نصف مساحة مدينة خانيونس حتى هذه اللحظة يتقدم بريا ويتوغل ويكثف غاراته في المنطقة الوسط في مدينة خنيوس وهنا الكارثة الأكبر في مدينة دير البلح هو أن الجيش الإسرائيلي ما زال حتى هذه اللحظة يناور في المنطقة الشرقية ويمنع السكان من العودة إلى منازلهم بالإضافة لاستمرار القصف المجفع في منطقة المزرعة ومنطقة المحطة وكلاهما مناطق أبلغ الجيش الإسرائيلي سكانهما بالإخلاء باتجاه المنطقة الغربية بالإضافة إلى أن الأعداد كبيرة من المصابين تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى والآن هذا المستشفى يقع في منطقة مهددة بالنزوح والإخلاء باتجاه المنطقة الغربية غادر كل المرضى والجرحة في هذا المستشفى الموجود في المنطقة الوسط في مدينة دير البلح حتى أن بعض الكوادر الطبية غادروا باتجاه المنطقة الغربية تجنبا لحدوث تكرار سيناريو ما حدث في مستشفيات قطاع غزة سواء كان مستشفى الشفاء أو مستشفى ناصر في مدينة خان يونس عندما توغلت الدبابات وحاصرت المستشفى واعتقلت عدد من الجرحة والمرضى والمصابين بل والأطباء أيضا الكوادر الطبية تم اعتقالهم وهذا دفع عدد كبير من المرضى والجرحة أيضا والأطباء إلى مغادرة المستشفى حفاظا على حياتهم باتجاه المنطقة الغربية الآن بعض الإصابات تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى وبعض الإصابات يتم نقلها إلى المنطقة الغربية في مدينة ديربلح إلى منطقة المستشفى الميداني الأمريكي الموجود على المنطقة الساحلية في مدينة ديربلح الوضع الكارثي لأن غالبية الطبية غادرت المستشفى باتجاه المنطقة الغربية في ظل تواصل الاستهدافات الإسرائيلية ووصول أعداد كبيرة من المصابين إلى المستشفيات سواء مستشفى الأقصى أو في المنطقة الغربية هنا الهم الكبير للعائلات والسكان في قطاع غزة هو ما يدور داخل قطاع همهم الأكبر أن يصلوا إلى مرحلة يسمعوا فيها خبر وقف اطلاق النار لأن الهم الأكبر الآن هو البقاء على قيد الحياة لأنه كل يوم يكون هناك استهدافات لا مكان آمن لا مساجد لا منازل لا ملاعب أي كل الأماكن مستهدفة وبالتالي الهم الأكبر للسكان ليس فقط اشتعال باقي المناطق بل هو النجاب أنفسهم والوصول إلى خبر وقف اطلاق النار شكرا من دير البلح وسط قطاع غزة أسامة الكحلوت مراسل الحدث شكرا يا أسامة في التطورات السياسية قال رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المشاركونة في مفاوضات وقف النار في غزة إن إمكانية التوصل إلى صفقة مع حماس ليست عالية بحسب هيئة البث الإسرائيلية وأكدت الهيئة أن فريقا تقنيا إسرائيليا بقي في القاهرة لمراجعة أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في إطار الصفقة المنتظرة مع حماس وأضافت أن التوجه الحالي في المحادثات هو محاولة إثارة التفاؤل والتوصل إلى تفاهمة بشأن المشاكل السهلة بما في ذلك مسألة السجناء الأمنيين الذين سيطلق صراحهم وتأجيل القضايا الصعبة للنهاية وأقلت هيئة البث إن الفريق التقني الإسرائيلي مقتنع بإمكانية التوصل إلى صفقة دون المساس بالأمنة من خلال إقامة حاجز كبير على الحدود بين غزة ومصر بتمويل أمريكية وكانت الولايات المتحدة رفضت القول بانهيار محادثات القاهرة بشأن وقف القتال بغزة مؤكدة أنها مستمرة وبناءة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أوضح أن المحادثات ستتواصل على مستوى مجموعات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة لحل بعض القضايا العالقة وعن هذه القضايا أشار كيربي إلى أن بعضها يتعلق بمراحل ووتيرة تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس وعددهم وهويتهم أما بخصوص هجمات حزب الله اللبناني الأخيرة على إسرائيل فأكد المتحدث باسم المجلس الأمن القومي الأمريكي عدم وجود تأثير لها على سير المحادثات القاهرة هذا ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تقارير موافقة تل أبيب على خفض قواتها في محور فلادلف من أجل إبرام اتفاق وقف النار في غزة وقال المكتب أن نتنياهو متمسك بمبدأ بقاء إسرائيل فعليا في محور فلادلف الذي يقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر والذي مثل نقطة خلاف الرئيسية في مفاوضات وقف النار إذ نشرت إسرائيل قواتها في المحور منذ أشهر وترفض التراجع عن هذه الخطوة وأكد مصدر مصري رفيع المستوى أن القاهرة جددت تأكيدها خلال جولة المفاوضات الأخيرة لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فلادلف وكان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ قد صرح في مقابلة تلفزيونية بأن إسرائيل ليست ملزمة بالانسحاب من محور فلادلف في هذه المرحلة معنا من واشنطن الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية أهلا بك معنا دكتور عقيل واشنطن تقول بأن هذه المباحثات لا يمكن أن نقول بأنها فشلت ما هي وجهة نظر واشنطن إذن لم يتم تحقيق أي نتيجة ولم يكن هناك تراجع لا من حماس ولا أيضا من نتنياهو فكيف لا يطلق عليها فشلت هذه المفاوضات شكرا على هذه الاستضافة أولا أعتقد صعب القول أنها فشلت إلى أن تفشل فعلا أولا يبدو أن الطرفين لا يريدان أن يتحمل مسؤولية الفشل واضح من تصريحاتهم حماس وإسرائيل أنهما يركزان على التفاصيل الاختلاف على التفاصيل وليس فكرة الانسحاب أو أن هذه المحادثات لن تؤدي إلى حل يبدو أنه النقاط الأساسية نقاط الخلاف تضيق وهي ثلاثة عموما موضوع نتساريم يعني وجود قوة إسرائيلية وموضوع فلدالفيا وعدد السجناء وإذا يبقون في داخل القطاع أم لا وأنا بتصوري يعني هذه النقاط يمكن الوصول إلى حلول وسط يعني واحدة من المقترحات المقدمة أنه إسرائيل تبقى في فلدالفيا مع وجود قوات أخرى ربما عربية وأميركية أو تبقى في المرحلة الأولى ستة أشهر ثمانية أشهر ثم تغادر أيضا حماس مثلا تراجعت عن موقفها بخصوص وقف إطلاق نار دائم منذ البداية يبدو أنها قبلت يعني وقف إطلاق النار على مراحل يعني أنا أعتقد أن الطرفين لا يريدان أي لامة على فشل هذه المفاوضات وأنه مثل هذا الفشل الناتج من واحد منهما سيعرضهما إلى الكثير من الضغط العلني وتحميل المسؤولية سواء من الجانب العربي أو الجانب الأميركي نعم عندما تتحدث واشنطن وتقول بأن المحادثات ستتواصل على مستوى مجموعات العمل ما معنى هذه المجموعات؟ من هي هذه المجموعات؟ هل سيكون هناك أطراف جديدة مثلا تدخل في دور تلعب دور الوساطة؟ شرح لي يعني الحديث عن مجموعات العمل هو يشير إلى حق لأنه إمكانية التوصل إلى اتفاق ما مجموعات العمل تعمل على التفاصيل ثم تذهب الأشياء بعد أن تحسم تذهب إلى الزعماء السياسيين الكبار ليقولوا نعم أو لا عملها الآن يبدو أنه يؤكد أنه الخلاف في التفاصيل التقنية إذا إسرائيل مثلا تنازلت عن موضوع نتساريين مقابل هذا قرار سياسي مقابل الحصول على شيء ما بخصوص فلدارفيا وجود مصري إلى جانب وجود إسرائيلي إلى جانب وجود فلسطيني وربما أممي يعني الحديث عن هذه التفاصيل عدد الأسرة هل هم من الخط الأول أم من الخط الثاني كم واحد منهم يبقى في غزة وكم واحد كما تريد إسرائيل أن يغادر وما إلي حقيقة الحديث أنه اللجان يعني اللجان الأدنى التقنية هي التي تشتغل يشير إلى أنه اتفاق على الإطار اتفاق على الشكل النهائي للاتفاق لكن خلاف في التفاصيل ربما من هنا يعني التفايل واشنطن طيب دكتور عقيل واشنطن إذا كانت تتحدث عن مجموعات عمل جديدة كما ذكرت بأنها تقنية أكثر من أنها سياسية طيب من سيمثل حماس حماس قالت بأن لن تشارك ففي طرف أساسي في هذه المفاوضات غير متواجد وغير معني على الأقل بمجموعات العمل في هذه المرحلة كيف يتم التعاطي لهذه المجموعات وما هو حل الوسط التي يمكن أن يقدم ويقبل به الجميع يعني هو نوعية التفاوض شبيه بالتفاوض الذي يحصل مع إيران إيران ليست ممثلة في الملف النووي وإنما موجودة في مكان آخر حماس موجودة في القاهرة في مكان آخر يذهب الوسطاء القطريون التفاوض يحصل بين وسطاء قطريون ومصريون يمثلون حماس أو ينقلون وجهة نظرها مع وسطاء أميركيين وإسرائيليين يأخذ الوسطاء العرب الأفكار يتحدثوا مع حماس في مكان آخر في القاهرة ثم يعودون يعني هي طبيعة هذا التفاوض الصعبة العلية نفسها صعبة لأنه المتحاربين لا يجلسون وجها لوجها وهناك الكثير من تفسير المواقف من دون وجود الطرف الآخر الكثير من الارتياب وما إليه لكن أنا بتصوري أنه فعلا يعني الشق أو الفجوة تقل بين الطرفين الاشتغال هو على التفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر